الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعث فينا جئت بالأمر الموطى جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ربا طبع البدر علينا من شنيات الودى وجب شكر علينا ما دعا للهدى أيها لما بعد فينا جئت بالأمر المطى جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير طبع البدر علينا من شنيات الودى وجب شكر علينا ما دعا للهدى طالعا لما بعث فينا جئت بالأمر المطى جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ما دعا للهدى السلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بادي أزيبت خير ما نفتتح به هذه الجلسة المباركة آي من الذكر الحكيم يطلوها على مسامعنا الإبن البار سيد عمر مصطفى نينغ فليتفضل المشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً صدق الله العظيم الله فيكم سيد عمر في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن يا قدس يا درة الوجود ستبقين رمز الإباء والصموت في وجه أعدائك واليهود الأرض كلها فندق وبيت القدس بكلمة ترحيب ندعو المتحدث الرسمي سيدي الشيخ محمد الماحي علي النسيس ليلقي كلمة الترحيب احتفاءاً بسيد مفتي القدس وديار فلسطين فليتفضل مشكوراً ومأجوراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضراتي السادة والسيدات ضيوفنا الكرام سماحة مفتي قدس محمد أحمد الحسيني سعادة السفير والوفد المرافق لهم إنه سعادة عظيمة لنا للسنغال بصفةٍ عامة ولمدينة الشيخ إبراهيم بصفةٍ خاصة أن نستقبل هذا الضيف العظيم أن نستقبل هذا الضيف العظيم أن نستقبل هذا الضيف العظيم ونرحب به بين ظهران إخوانه وأحبائه باسم الخليفة الشيخ تيجان إبراهيم نيس الذي ما منعه من الحضور معكم في هذا المجلس إلا ظرفٌ طارئٌ لكننا ونحن معكم هنا نرحب بكم بين كوكبةٍ منيرةٍ من علماء هذه المدينة مدينة الشيخ إبراهيم مدينة التي تعرف القدس وتقدرُ له قدره في كوكبةٍ من العلماء وعلى رأسهم الشيخ محمد الماحي إبراهيم نيس الذي حضوره لاستقبال مفتي يغني عن حضوري جميع العلماء والأئمة والأئمة الذين كان بنيتهم أن يحضروا معنا في هذا المجلس المبارك نحييكم تحية إجلالٍ وتعظيم تحيةٌ تحيةٌ حبٍ وتقدير تحيةٌ تحيةٌ خرجت من قلوب جميع الحاضرين هنا من كل الجنسيات المختلفة في العالم الإسلامي من نجيريا، من غانا، من بوركينا، فاسو، من موريتانيا، ومن مصر الحبيبة، ومن أمريكا خرجنا كلاً لنُعبِّر عن حُبورنا، وغِبطتنا، وسُرورنا، بهذه الزيارة المُباركة، التي سجَّلتموها لمدينة الشيخ إبراهيم، حللتم ضيفًا كريمًا، ضيفٌ كريمٌ من بيت علمٍ ودين، بيتِ صلاحٍ وجهادٍ ونِضال، سلفٍ صالحٍ وخلفٍ صالحٍ، ضيفُنا اليوم مُفتي مدينة قدس، وما أدراك ما القدس؟ عاسمة فلسطين، أي نعم عاسمة فلسطين، قدس، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِعراجه أرض المحشر والمنشر، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأيُّ بَرَكَةٍ، فأيُّ بَرَكَةٍ مِثْلُ بَرَكَةِ قُدْسٍ، عن ابن عباسٍ، رضي الله عنه، البيتُ المُقَدَّسُ، بَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ، وَسَكَنَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ، فَمَا مِنْ مَوْدِعِ شِبْرٍ، فِيهِ إِلَّا وَصَلَّى عَلَيْهِ نَبِيٌّ أَوْ قَامَ فِيهِ مَلَكَ، أيُّ بَرَكَةٍ كَهَذِهِ الْبَرَكَةٍ، نُحَيِّي تَحْيَةَ إِلَّالٍ لِمَآذٍنِ الْقُدْسِ، ومَحَارِبِ الْقُدْسِ، وَوِدْيَانِ الْقُدْسِ، وَسَخَرَاتِ الْقُدْسِ، على قبة المعراج والسخرة التي تفاخر ما في الأرض من سخرات مدارس آيات من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرسات. إنه أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وثاني مسجدين، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن أبي زرٍ، في صحيح مسلمٍ، عن أبي زرٍ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن أي مسجدٍ وُدِعَ في الأرض أولًا، قال مسجدُ الحرام، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ مَسْجِدُ الْأَقْصَى، ليسَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ عَامًا، وَلِذَلِكَ قُلْنَا سَانِي الْمَسْجِدَينَ، وَثَالِثُ الْحَرَمَينَ، لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا سَلَاثَةَ مَسْجِدَةً، مَسْجِدُ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ هَزَا، ومَسْجِدِ الأَقْصَى، نَضُبَتْ قَرِيحَةِ الشَّعْرِيَة، لكن ورد عليَّ بيتٌ واحدٌ، ضيفٌ إذا حلَّ بيتًا، حلَّه الفرحُ، والعزُّ، والنورُ، والإسعادُ، والمرحُّ. سماحة المفتي، إننا نحييكم والوفد المرافقة لكم، وخصوصاً سعادة السفير، الذي يعتبره أسرة آل نس، بدءًا من الخليفة، ومن الشيخ العلام المفكر شيخ محمد الماحي، الذي حضر بين ظهرانيكم، يعتبرون سفير الفلسطين لجهوده الجبارة، ومواقفه المحمودة، ابنًا من أبناء آل نس، تبنيناه ابنًا من أبناء بيتٍ، من أبناء نس، تبنيناه ابنًا، لكنه ابنٌ من أبناء نس، ما تبنينا ابنًا غريبًا، لكننا نتبنى ابنًا عزيزًا عند قومه وعزيزًا عندنا، مرحبًا بكم، سعادة السفير، نحن إذ نتبنَّاكم لهذه الحضرة، إنما نتشرف بذلك، لا نضيفكم تشريفًا لأنكم تحملوا راية قدس، هنا في دولة سنغال، نحيي من خلالكم إخواننا المناضلين، ونحيي من خلالكم تحيي كبيرًا لجميع الشهداء قضية فلسطين، ونحيي تحيي خاصة لكل تربةٍ، مسَّها دم شهيد، أيها السادة، لا نريد أن نطيل عليكم، وكلمة الشيخ محمد الماحي تأتي، إلا أنني لا أريد أن أنهي كلمتي، إلا أن أشير بعلاقة الشيخ إبراهيم بالقدس، مع أن أخي أستاذ أبو بكر، سوف يلقي كلمة عن هذه العلاقة، علاقةٌ تمتد جزورها إلى أعماق التاريخ، فقد اتصل الشيخ إبراهيم بالفلسطين في حجته الأولى عندما التقى بالحاج أمين حسين، عام 1937 في ميناء، وبقي منذ ذلك العهد، يتعهد هذه العلاقة، ويرعاها أحسن رعايةٍ، محباً، مخلصاً، مدافعاً، عن قضية فلسطين، إيماناً منه، بحقوقها المشروعة، ودافع عن القضية في كل المنابر، في كل المحافل، وفي كل خطبه، ومؤلفاته، وفي أشعاره، وفي ديوانه الشعر الأخير، خصوصاً، الذي مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت هذه القصائد أسراً إيجابياً، في كل أتباعه، الذين ينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، يدافع عنها، ويدو الله أن يحررها، ويخرجها من براسين الأعداء، وها نحن اليوم في مدينته، نتعهد هذه العلاقة، ولمدينة يومٌ خاصٌ لقدس، كان يرعاه فضيلة شيخ محمد المأمون، ومن ورائه ولده البار شيخ إبراهيم مأمون، ما زال يرعى هذا اليوم، بإذن من أعمامه، وبإذن من كبراء الحضرة، وبإذن من الخليفة، فنحن نؤمن بأن السلام العالمي لا يتم إلا بعد تحرير القدس، منطلق السلام من القدس، الذي احتضن جميع الحضارات، وجميع التيارات، وجميع الأجيان، وتعانق فيه مسجد عمر، وكنيسة القيامة، هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن السلام العالمي ينطلق من القدس، نشكر إخواننا الذين حضروا من كل مكان، نشاركونا استقبال هذا الضيف الذي هو في الحقيقة، ضيفٌ لمولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، عبرتم عن كل ذلك، ندو الله أن يؤاجر الجميع، ندو الله أن يوفقنا جميعًا، ونعمل سوياً لقضيتنا العادلة المشروعة، حتى نرى اليوم الذي يتحرر فيه فلسطين، ويوم الذي يكون القدس عاصمًا لفلسطين، بدون نزاعٍ ولا شقاق، بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أُسرِيَ به منه، وعُرِجَ به منه، ولا نُنهي الكلمة إلا أن نُبلغ السادة الشيخ محمد الماحي، اعتزار الإمام الشيخ تيجاني علي سيسي، كان بيده أن يحضر معنا، ويشاركنا كل هذه التظاهرات، لكن بحضوركم سيدنا، وبحضور نواب المسجد، فقد حضر وحضر الخليفة، الذي من بعيد يدعو ويؤذر جميع الحركات التي قامت باستقبال هذا الضيف الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقال الله تعالى ورحمة الله تعالى وإلي هم؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عن شيخنا صاحب الطريقة صاحب الولاية العظماء الختمية والكتمية سيدي أبي العباس مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه الذي بشر وكان صادقا تأتي الفيضة على أصحابنا حتى يدخل الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا وتأتي الفيضة والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة قد جعلها ربي حقا وظهرت هذه الفيضة التي أُسِست على الكتاب والسنة التي هي صمرة رسالة المحمدية حقيقة وظهرت على يد صاحبها فضلية الشيخ الإسلام الحاجب رأي من يس رضي الله تعالى عنه الذي أُلِد في طيبا يسين وترعرع وتربى في كوسي وادعى فيها هذه الفيضة بإذن من الله ورسوله فكان ما كان وظهرت على يديه وانتشرت في أقطار سنغال وفي إفريقيا بل وفي العالم أجمع رضي الله عن الشيخ الذي أسس هذه المدينة وسماها بمدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حقها صرى لها سر مدنة النبي خبذها تنفي بلا ترأي به فضلية الخليفة الشيخ أحمد جاني إبراهيم نياس فضلية النائب الخليفة المدير العام لمعهد الحاج عبد الله نياس العالم الجليل المفسر المحنك الذي يرعى الشباب ويقودهم إلى الرشد سيدي شهر محمد الماحي إبراهيم نياس فضلية الناطق الرسمي الشاب الرابح جيل الشباب الرجل المبارك الصادق في أقواله وأفعاله من حظي بثقة الخليفة وثقة أولاد الشيخ وثقة أهل المدينة وثقة أحباب الشيخ ألا وهو الشاب الرابح الشيخ الفاضل الشيخ محمد الماحي أولاد الشيخ الكرام الشيخ عبد الملك إبراهيم نياس الشيخ أبو بكر إبراهيم وجميع أحفاد الشيخ وجميع المقدمين وجميع الحضور السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته باسمكم وباسمي الناطق الرسمي الذي يتكلم باسم الخليفة وخاصة بحضوري الشيخ محمد الماحي الذي هو نائب الخليفة أرحب ترحيبا خاصا عاما شاملا من قبل ومن الآن وإلى الأبد بسماحة المفتي مفتي ديار فلسطين الحبيبة الشيخ محمد أمين الحسني أرحب بك وأرحب بمن معك وخاصة بولدكم ولد فلسطين بحبيبكم وحبيب فلسطين المناضل المجاهد الذي لا يألو جهدا في نصرة فلسطين الذي يفدي نفسه فدا نفسه بهذه القضية ألا وهو سعادة السفير صفة إبراهيم برغيت إنه رجل صادق ووشرك أيها المفتي أنه يتعب ليلة نهار من أجل هذه القضية وأنا على ذلك بل ونحن على ذلك لمن الشاهدين قد لا أطيل التحدد معكم إلا أنني ألقي كلمة الشكر والتقدير إلى سعادة المفتي الذي أتى إلى هذه الديارة مباركة بحب وتقدير ولا غروة حيث أن الشيخ إبراهيم هو سباق في مضمار اهتمام قضي الأمة الإسلامية في مضمار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتحه وخدمته حيث قال أبشرا أساجلهم ما عشت فيك وإن أمت أساجلهم فري وفيك أسابقك لازالت تلك البركات تتحقق لحظة تلو Ł�ου فهنا نحن اليوم في هذه المدينة المباركة التي بشر الشيخ فيها بكل خير أنها ستقود العالم بحول الله وقوته فهنا نحن اليوم نستنشق ونشم رايحة النصر ونراه عيانا ونرجو أن يتحقق قريبا إن هذا اليوم يوم عظيم يوم انطلاقة الزحف إن شاء الله دون التفات دون توقف إلى أن نصلي في مسجد الحرام إلا أن نصلي في مسجد أقصى الذي بارك الله حوله قريبا معا بإذن الله تعالى بأجسادنا وأرواحنا إن شاء الله وأختم هذه الكلمة المتواضعة ببشارة حيث أن الرؤى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبوة إنقضت ولم يبقى إلا المبشرة لقد أخبرتني سيدة دعا أمك السمدم أمها دم ابنة الشيخ حسن دم أن شخصا يعيش حاليا في أمريكا وهو من أهل هذه الحضرة يدعى بن بصل رأى أسبوع المادي رؤية عجيبة تبشر بالخير رأى أن وفدا قدموا من فلسطين إلى هذه المدينة إلى الشيخ إبراهيم ميس مباشرة فوصلوا إلى الشيخ واستقبلهم الشيخ والشيخ جالس كهيئته الفزة المباركة التي تذكر الجميع بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبته فقالوا له يا شيخنا جئناك متوسلين جئناك مستغيذين لقد قتل أبناؤنا وأولادنا ونحن جئناك نستغيث بك وبرسول الله أن ينصر الله متى النصر يا شيخ إبراهيم فسكت هنا ينظم نظر إلى السماء ورفع يديه وقال أبشروا فإن المشاكل انتهد وإن القضية انتهد والنصر قريب والنصر قريب والنصر قريب والله على ذلك من الشاهدين أختموا بكلمات وضيع أيضا من رسالة كتبها الشيخ إلى المفتعام السيد أبد الخالق حسونا رحمه الله الذي كان أمينا لجامعة الدول العربية الإسلامية قال الشيخ إبراهيم بعد التحية نعتقد أن كل ما يقال عن الخلاف بين الدول العربية الشقيقة إنما هو غبار تحت أضواء يعني يقصد في ذلك محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد اهتم الشيخ رضي الله عنه بهذه القضية كما ذكرت آنفا وأضاف إلى القول قائلا كل شيء قضية المسجد الأقصى معلوم أن مصر الرسول العظم ليس للفلسطين وحدهم ولا للعرب دون غيرهم وإنما هو لكل من آمن بالله قال تعالى سبحان الذي أصرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واختتم الشيخ إبراهيم ياس الرسالة قائلا فإننا لا نريد أن نطيل عليكم فإن أمامكم عملا كثيرا وأنظار العالمين العربي والإسلامي متجهة نحو مؤتمركم العظيم في إشفاق وأمل وإنما هي مشاعرنا الصادقة عبرنا عنها بإخلاص كتب الله لكم النجاح التام وجعل مؤتمركم بداية انطلاق مباركة لتوحيد الأهداف والسرور فيرجع المجد القديم وتتدمل الجروح وتستريح الضمائر والله يوفقكم نائب رئيس مؤتمر عالم الإسلامي بكرارشي شيخ الإسلام الحاجي إبراهيم ياس وفقنا الله وإياكم وكل عامل وأنتم بخير وسامحوني على الإطالة وإنني أجدد الأهدا والمحبة للخليفة ولنائبي ولجميع أولاد الشيخ وللناطق الرسمي ولأحباب الشيخ والصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته جراجب شيخ إبراهيم محمود المامون تريض ما عمش travel وهو الأستاذ بابكرم مر ورنينغ يخضر من ق ärقومา من الزم الإسلام الحاجي إبراهيم ياس وفي ركας الحاج ياس corpo لمؤتما يتدي إلى قدرض النجلة تتعرض لóst칫ين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن حضوركم في ربوعها وبالأمس قبل أقل من أربع وعشرين ساعة احتفل العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن زيارتكم اليوم إذن لجزء من نصرة المسجد الأقصى وتأتي هذه الزيارة في ظروف بالغة الدقة والخطورة حيث يتعرض القدس للأخضر عمليات الطمس والتهويد من قبل إسرائيل التي تستخدم كل الوسائل لحسار مدينة المقدسة وإحاطتها بالصور الفصل العنصري وتوسع الاستيطاني داخل المدينة وخارجها ومصادرة البيت وهدمها فالمسجد الأقصى وما أدراك ما المسجد الأقصى أولى القبلتين وسالس الحرمين وبداية معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلسطين في رأي السكان هذه المدينة وهي واحة في قلب إفريقيا كما قلت أمانة علينا يجب أن لا نتركه يضيع وعلى ذلك خصص يوم للقدس في المدينة أسسها الشيخ الإسلام حاجي براينيس كما قلت تيمنا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أصبحت فيما بعد مركز إشعاع فكري وثقافي تمتاز برمزيتها الروحية وأهميتها الجغرافية وإلى يوم الناس هذا فهي مذار للفلسطينيين إذ يعتبرونه شقيقة القدس وقد توجه إليها مؤخرا في زيارة للخليفة شيخ أحمد التجاني وفد رفيع المستوى من الفلسطينيين من مجلس الأعلى لرابطة تعاون الأفرأسيوي وأعدال اعتلاف العالمي لنصرة القدس للذكرى والتذكير فإن الشيخ إبراهيم ياس مؤسس المدينة قد التقى في حجته الأولى في صدفة خير من ألف ميعاد بألحاج أمين الحسين وظل يتواسل معه لمقاومة الاستعمار أيام الانتداب البريطاني قبل الاحتلال السهيوني وبعد وعد بلفور وتوثيقا لهذا اللقاء التاريخي اقتباسا حرفيا مما كتبته يمنى الشيخي في كتابه رحلة الحجازية الأولى عام 1337 قال الشيخ هذا الاقتباس حرفي من كتابه وفي هذا اليوم ذارنا رجال من أهل الفضل كبيرهما الحاج أمين الحسين رئيس مجلس الإسلامي بالقدس الشريف والثاني حاج رياد الصلح من بيروت وأصبح فيما بعد رئيسا للوزراء في لبنان بعد الاستقلال والثالث حاج محمد دروزة تعرفونه عالم من علماء القدس والرابع حاج بشير السعداوي من ترابلس الغربة وقد أصفر اجتماعهم حسب ما كان يخبره الشيخ داخل محيطه الأسري ألا مبايعة الله ورسوله بالتنسيق وتوحيد الجهود لتصدي للمشكلات التي تواجه الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين وبعد لقائه بالشيخ عاد حاج أمين الحسين إلى مسقة رأسه وحسر هناك في القصة الشريف بطلب من المندوب السامي البريطاني لكن الله فجر له الأرض عيونا ليخرج منها بعجوبة ثم التقى الماء على أمر قد قدر وعلى أمر قد قدر تواصل مع الشيخ في منفاه الاختيار ببيروت أثناء الحرب العالمية الثانية مكث في أوروبا مدة زمن وتعالت بعض الأصوات المطالبة بسجنه في نورنبيرغ بعد محاكمته وبعض الأصوات المطالبة بأعدامه ثم النجا بعد ذلك بعجوبة أيضا وإذا العناية لاحظت كعيونها لم فالمخايف كلهن أمان ألقى عصاه بعد ذلك واستقر به النوا في بيروت واستمر يتواصل عبد الرسائل المكتوبة عام 1948 احتلت سهائين أرض الفلسطين معتبرينها كذباً وبهداناً أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض غير الشيخ الإبراهيم استراتيجية العمل مواكباً لمتطلبات العصر وزار خلال تلك الفترة معظم الدول الإسلامية خدمة للإسلام وقدايا أمته وقاصة وخاصة القضية المحورية ألا وهي القدس في أحد القصائد كتب فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب الفلاء لم أشك قدت كلالا إلى أن قال ببيروت أنحو الصين بالشرق خادماً رسول إله العرش وهو تعالى في بيروت التقامرة أخرى بحاج أمين الحسين وبعد استقلال لبنان وأصبح حاج رياد الصلحة أول رئيس وزراء لبنان واستقلت السنغال أيضاً من ربقة الاستعمار انتدب حاج أمين الحسين وفداً رفيع المستوى إلى كولخ في رسالة مع الوفد كتب بتاريخ 16 زلقعدة الموافع ل2 مايو 1961 قال حاج أمين الحسين السلام عليكم حضرة الأخ الكريم الشيخ إبراهيم يصحف ذو الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل السبحانه وتعالى أن يتم عليكم نعمته ويوفقكم إلى ما فيه خير المسلمين وبعد فإنه يسر الهيئة العربية العليا للفلسطين أن ترفع إلى حضرتكم خالص التهنئة بما من الله به على بلادكم العزيزة من تحرر واستقلال نتيجة لجهود أبنائها المخلص وجهادكم المبارك وتنتهز الهيئة العربية فوسة تشرف وفدها لمقابلتكم للإعراب من القلق الذي يشعر به إخوانكم المسلمين في فلسطين من تزايد نشات اليهود في إفريقيا رسالة طويلة في آخرها قال إن مسلم فلسطين يرجو منكم بحق رابطة الأخوة الإسلامية أن تتفضلوا بإيداح هذه الحقيقة للمسلمين في بلادكم العزيزة للوقوف إلى جانب الحق والعضل مدافعين حقوق إخوانكم المسلمين فلسطين مؤيدين مطالبهم بازلين جهودهم المباركة في سبيل السيانة الفلسطين والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ثالث المسجدين الشريفين من خطر المتامع اليهودية وبناء على ذلك ذار مدينة الشيخ بعد رموز المقاومة كما ذار الشيخ هو أيضا مدينة القدس وكان في زيارته بمثابة موعد لقاء مع حبيبته قال اقرأوا بربكم ما كتبه الشيخ في إحدى قصائده جئت ولم أبد غير ليلة وهل هي تكفي مغرما متعشقة وعرجت للقدس الشريف وبعده صريت لبرهام الخليل موفقة عليك أي أبرهام بعد محمد سلاة وتسليما يزيدان رورقا للنصرة قدايا الأمة أيها الإخوة وللفلسطين خاصة التي استخدمت إسرائيل كل وسائل التوسع فيها انخرط الشيخ في الهيئات الرسمية والعالمية فقد كان نائبا لرئيسي ثم رئيسا للمؤتمر الإسلامي بكاراتشي بالتنسيق مع مفتي أمين الحسيني في رسالة أخرى كتبه إلى عبد الكريم القاسم رئيس وزراء الإراق قال الشيخ بعد كلام إني بعد كلام إني ألفت نظركم إلى القضايا العربية فلسطين والجزائر كانت أيام الصورة الجزائرية وغيرها مما يجب على العرب والمسلمين القيام في تسويتها في تسويتها أطلب من سيادتكم والرسالة إلى عبد الكريم القاسم أطلب من سيادتكم أن تنسى كل ما تطالبونه من كل عربي ومن كل مسلم لتكون قضية الفلسطينية وحدها هي القضية التي تواجهونها ويوما فاجأت الإزاعات العالمية عام 1939 بأن مجرما متطرفا أدرم النار على جزء من المسجد الأقصى فاعتلل من برقائلا الحمد لله على كل حال والسلام على أفضل الرجال أما بعد فإنه قد أقدمت شر خلق الله على أخراق المسجد الأقصى المبارك جريمة كبرى تضاف إلى الجرائم التي ما فتئت اليهود يرتكبونها في كل عصر إن النار التي اشتعلت في قلوب المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وهذه جريمة النكرى هي أشد ضربة تلقاها المسلمين عربا وغير العرب من اليهود المعتدين وإني لأهيب بكل المسلمين أن يهبوا ويشنوها على أعضاء الله حربا رادعة وجهادا مقدسا لطرد من حرم الله وأن يقاتل من له السلة بإسرائيل هذا في عام 1969 ولما وصل الخبر الحريق الأقصى لأحد تلامزته ويدعى أمد الشيخ سقط مغشيا عليه وأصيب بسكتة قلبية توفي إسرها لأن ربيب الشيخ إبراهيم لم يكن يحتمل سماع مثل هذا القبر الأليم وبناء على قصة وفاته سمي محليا بشهد القرص ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله شهيدا للقرص يوم القيامة إن شاء الله ولأن الدعاء سلاح المؤمن أيها الحضور الكرام لم يكن الشيخ إبراهيم يهمله كوسيلة من وسائل الجهاد فيما يلي النظر يسير اختصارا للوقت سألت إلهي أن يزل بسرعة عسابات إسرائيل أهل غبائي وتحرر لنا القصة الشريف وأهلك إبانا وديانا رقاب إبانا وديانا أبا إبان وزير خارية في حكومة ليفشكول كما تعرفونه وقال لقد حاربوا عيسى ويحيا وأحمدا وهبهد القصة كل بلاء وحرر لنا السينا بموسى وأحمدا وعيسى وإبراهيم أحلى علاء وتخفدا جنسونا بجاه محمد وسر الذي قد جاء بغار الحراء لندن جنسون كما تعرفونه رئيس الأمدك السادس وسلاسين وهكذا قصائد كثيرة إلا أن الوقت يداهمنا وهكذا عاصر الشيخ الإسلام حاجي إبراهيم يص منصرا لقضايا الأمة وفي طلعتها القصة الشريف ولم ينتهي الأمر بفوفاته عام 1975 بل بهدف إحياء القصة في قلوب المؤمنين منطلقا منها لإحياء رسالة الإسلام في وجدان الأمة واصل الأبناء سيرته ومسيرته بقيادة العلامة الشيخ محمد الماحي إبراهيم يص الحادر معنا والرئيس والسفير الفلسطيني صديقنا وهو واحد من أحاد أهل المدينة دون شك وقبل الإقتام أنوه بأننا مهما بزلنا من جهد لا نستطيع أن نقدس القدس كما قدسه الإسلام تشريعا وعقيدة ولا نستطيع أن نقدسه أيضا كما قدسه سيدنا محمد تنفيزا هذا التزامن بي عنصول الوقت وقد طوليب مني أن لا تجاوز عشر دقائق عدن وكل عشات كاملة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا أو بكل سرعة الكلمة الأخيرة قبل تقديم سماحة المفتي لوفد الأزهر الأزهر هنا بكل ثقله الأزهر هنا خمسون عاما وعلماء الأزهر ينشرون العلم في آفاق إفريقيا الآن ندعو سماحة سيد الأستاذ محمد مرسي ليلقي كلمة الأزهر بكل إيجاز لأن أتفضل مشكورا سيد محمد مرسي أعلمني الذي أقلك عنه أفضل في الشك إسلام quien عريبت توكيب غدور كل مم ل makan فيها التي يعني جدورهاfeeding في مسيوا سنغال وةastبختي فقط من أفرقية وهادة كل كل هذا الشيخ إسلام على أي مدري سنغالما أippleرت أخبر كامل Danزيارة بالجسد الملوذيiche سنغالا في أزدور دول гдеنافع ما تخفق كني جغلين كلمانيو بدني واقفة لتتفضل مشكورا نشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير بيده الخير وإليه المصير ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد الرسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مصابيح الأنام ومفاتيح دار السلام صلاة دائمة ما دامت الليالي والأيام أعلى الله قدره فخاطبه في الحديث القدسي الجليل قائلا له وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد زاك الشفيع مقامه محمود ولواءه بيد العلا معقود وإذا توالت للحساب وفود قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا مولاي آن الموعد فيجاب قل يسمع إليك محمد ونريك منا ما تراه عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق وأعاد طعم الماء مثل رحيق ازمج فيه العنبر المختوم صلوا عليه وسلموا تسليما أوصاف سيدنا النبي الهادي ما نالها أحد من الأمجاد فالرسل في هدي وفي إرشادي قد سلموا لنبينا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما الجمع الكريم فضيلة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس نائب الخليفة سماحة مفتي بلاد فلسطين المسلمة وعاصمتها القدس الشريف سماحة الدكتور المنادن صاحب الوجه الوشوش الدكتور صفوط والدكتور منذر والوفد المرافق الرجل المحبوب لدينا الخلوق صاحب الوجه البشوش فضيلة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس محمد الماحي علي السيسي الجمع الكريم أهل الصنغال الطيب جزاكم الله خيرا على حسن استقبالنا جميعا وجزا الله من قدم لنا الدعوة فعلى أرض الله وتحت سماء الله وفي بقعة من بقاع الله الطاهرة الطيبة بأرض الصنغال المسلم وفي مدينة الشيخ المبجل المناضل الراحل الشيخ إبراهيم نياس رحمه الله جئنا في هذا الوفد في صحبة هذا الوفد الطيب سماحة المفتي بوركتم وبارك الله خطاكم ومسعاكم في هذا الحفل الطيب الكريم سردا سريعا للأحداث ليست قضية فلسطين قضية حديثة وإنما هي أم القضايا في الأعماق وفي القلوب والنصر آتم بإذن الله لا محالة ومع الصبر يأتي الفرج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الأزهر الشريف بسم صفارة جمهورية مصر العربية بدقار بسم البعثة الأزهرية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إخوان أعضاء البعثة الأزهرية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهي مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين ليلا ثم بعد ذلك أحيى الله الأنبياء فتقدم بهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إماما في المسجد الأقصى ثم بعد ذلك تم العروج إلى السماء فكانت أرض الفلسطين هي أرض العروج إلى السماء منها عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي مهبة الوحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لما سؤل كما قال أحد المتحدثين أي المساجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام ثم قال ثم المسجد الأقصى قال خم بينهما قال أربعون عاما أولى القبلتين وسالس الحرمين الشريفين إن شاء الله ستعود قريبا بإذن الله إلى أيدينا طاهرة عفيفة أيها الموحدون لله سبحان الذي أصرى بعبده ليلا فلسطين هي القدس عاصمة فلسطين رغم أنف الحاقدين ورغم مزاعم الذين يدعمون ورغم نقل الصفارات ورغم بناء المستوطنات فالقدس هي عاصمة أبدية لفلسطين ما دام الضح الأبطال المناضلون الشهداء الذين يضحون بأنفسهم ليل نهار ولا يخافون في الله لوم تلائم يدافعون عن الأرض وعن العرض وعن الدين وعن المقدسات يدافعون عن الأرض وعن الدين وعن المقدسات يرموا بالبوارج وبالقاذفات ويرموا بالحجارة وينتصرون بإذن رب الأرض والسماوات يأتي على لسان طفل من هؤلاء من هؤلاء الأبطال المرابطون المناضلون أبناء فلسطين وهم يرابطون في وجه الدبابات وفي وجه الأعداء ولا يخافونهم ولا يخشونهم بصدورهم يأتي على لسان طفل من هؤلاء يرفض قضايا التهجير وقضايا الاستيطان وقضايا الاستغلال وقضايا العبس يرفض كل هذا متمسكا بدينه وبقدسه وبعزته وبعروبته وبإسلامه يقول لا تخرجوني من بلاد المسلمة إني أشك في قرار المحكمة قومي أبيضي والعيون نوازر والظلم قاس والحقائق مؤلمة ماذا تبقى من جرائم بعدما هتك الحوامل والصبايا الحالمة قزف الجماجم كالقرات أمامهم يا للضمائر والقلوب الآسمة قد سطر التاريخ فصلا أسودا فالعار باق والفضيحة قائمة لا تقلعوني من جزوري إنني باق هنا لأخوض أشرف ملحمة باق هنا لأخوض أشرف ملحمة أنا مسلم أنا مسلم والحق يضوي في دمي ويشد أزري في الليالي المظلمة أنا مسلم أنا مسلم هذه حروف هويتي والتقرأوها في جبيني أو سمة لن يطفئوا نور الإله بحقدهم لن يطفئوا نور الإله بحقدهم فالفجر آتٍ والبشائر قادمة فالفجر آتٍ والبشائر قادمة الفجر آتٍ وبعض الظلام يأتي النور ومع الصبر يكون النصر بإذن الله سبحانه وتعالى فمهما طالت المدة لابد وأن يأتي وعد ربنا جل وعلا لابد وأن يتحقق مراد الله سبحانه وتعالى لابد وأن يأتي اليوم الذين تقاتل فيه معاه لا اليهود الأنجاس إخوة القردة والخنازير المغتصبين القاتلين قاتلت الأنبياء سفاك الدماء لابد وأن يأتي يوما لأمة رسول الله فيتقاتل المسلمون واليهود حتى أن الحجر ينطق بقدرة الله ويقول يا مسلم هذا يهودي يختبئ وراء فتعالى فيقتله بإذن الله سيأتي هذا اليوم لا محالة فالنصر سيكون ولكن كيف حتى لا أطيل على حضراتكم عزراً عندما نعود إلى ديني عوداً حميداً ونتمسك بهويتنا المسلمة تمسكاً صحيحاً ونرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ونترك الهرج والمرج وننبذ الخلافة ونعود عوداً حميداً كما قال ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعاً ترجع لنا الهيبة والريادة والكرامة والعزة والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى وستظل القدس وستكون وستظل ظلت وستكون وستظل عاصمة أبدية لفلسطين مهما قال القائلون ومهما اعتدى المعتدون بإذن الله سبحانه وتعالى ومعي رسالة جاءت نقول لهؤلاء الأبطال المرابطون وفي مقدمة فضيلة المفتي ودكتورنا الخلوق الدكتور صفوك السفير الممثل لدولة فلسطين المسلمة نقول لهم عزراً إليكم فما ضاعت مودتكم ومرتضينا بغير الشوق عنوانا يا من نقشتم على قلبي محبتكم وكنتم في قرار العين سكانا نحبكم والقلب يحفو لرؤيتكم نحبكم والقلب يحفو لرؤيتكم مهما ابتعدنا لكم في القلب وجدانا هذا والله تعالى أعلى وأعلم شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رجف الأستاذ مرسي لولو موي مساج بو إيجبت كيبس بو مقبي إن في القدس رجالاً أبصروا دروب الفلاح إن في القدس يتامى أنبتوا ريش الجناح إن في القدس جبالاً رازخات لا تزاح أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح الآن كلمة سماحة المفتي لكن خير من يقدم سماحته هو سعادة السفير فلسطين سيدي صفوة إبراهيم نياس فليتفضل مسكوراً